المرحلة الأولى وأشار سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في عملية التنمية المستدامة مبينا أن الهدف من عقد الورشة الثانية هو تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة وخلال الورشة تم عرض تصورات المشروع قام بإعدادها كمشاركة القطاع الخاص والقطاع الحكومي متمثل في شؤون البلديات وهي عبارة عن مقترحات تحتوي على تصاميم باشتراطات معينة حسب المعايير المتفق عليها يأتي هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي اليوم ركزنا في الورشة على الساحل من ناحية المنشآت التي تكون فيها ويكون فيها نوع من الانسياب في الحركة وفي المامشة والتركيز الأكثر على فرضة الصيادين وأنها هي موقع البوانيش القديمة فاليوم نبرز التاريخ بهالنظرة وتكون فيها أماكن تعريفية أكثر تركز على تاريخ البحرين من البحارة ومن أنواع السمات والصيد فيكون حق الزائر نوع من اللمسة إلى الماضي وفي نفس الوقت تثقيف حق الأطفال وبإذن الله يكون فيها رابط بأشياء منشآت جديدة تكون منشآت ترفيهية مع إن شاء الله تاريخية فنحافظ على التاريخ في نفس الوقت نحاول نقدم خدمات أفضل التليغ بالمستوى المطلوب